ما في داعي للضحك أخوانا ما بقى سلوكنا زي سلوكم سلوك استهتاري و سلوك بتاع ضحك أنا عارف كل الطلبة ديل لو ما الناس ديل بضحكوا وضحكوا الناس بتاعهم كوميديا ما بيجي بقفوين عارف الحياة دي أنا الشتة يعني السلوك للدعو ما بي سلوك أقدر إت لو دائر تعرف السلوك عشان إت تدعي الزول للدين مفترض تمشي تتابع للصفحة بتاعة الحبيب علي الجفري تتابع عشان تعرف الأدب والسلوك بتاع الدعوة فجادرهم بالتي هي أحسن ما قال أجغمهم وأضحك فيهم عادي منك أنا أسي منك خشياتين أتكلمت عادي منك ما بأسر كونك جغمتني ما بأسر لكن أنا في النهاية دائر الحاجة اللي إت بتقدم لي يعني أنا في مرة من المرات بستفيد منكم أنا أنا ما مغيد بطريقة كوني شاهل سبحة ما مغيد بطريقة لكن أنا بشوف السبحة دي مفترض أصبح بيها عشان أستغفر الله وأعرف العدد ما حاجة حرام يعني السبحة دي ماشي حرام والسيدة عائشة سبحت بالحجارة رضي الله وعنها كان بي تخذ حجارة بي تسبح بيها الشيء الثاني يا جماعة نحن دايلين الدين دا وكون دعوة بتاعة التسامح ما دعوة بتاعة هوس ديني أشغمه ومعارف أشغمه ودقه زي ما بقول الأستاذ محمود وأنا ما جاء مهوري الناس كلها عارفاني زي ما بقول الأستاذ محمود نحن لازم نلجأ للآيات بتاعة التسامح ما الآيات بتاعة واختلوهم وجهدوهم الميمة الفكرة بتاعة الدواعج دي نحن قسودانين الآن بحوجة لشنو في المرحلة الآنية دي بحوجة لشنو نحن الآن بحوجة لحاجة توحدنا نحن كسودانين الدين ده الدين ده ما حياء وعلاقة بينك وبين ربنا في المعاملات مع الناس في عباداتك في علاقتك بينك وبين ربنا لكن إما من ناحية الدستور الدستور يكون دستور عقلاني ويجمعنا كلنا مسيحيين ومسلمين ولا دينيين وملحدين نحن دالين حاجنا بتجبعنا الإنسانية دالين نحصل لمرحلة الدولة الإنسانية اللي بقولها الأستاذ محمود محمد طه أنتو بتضحكوا لأنه ما درستوا منهج الأستاذ محمود محمد طه اللي غيبوه حرفوه عنكم جماعة الهوس الديني ديل السبب السبب بتعرضها بتاعته الأستاذ محمود محمد طه ما هم الأخوان المسلمين وفي الأيام الفاتت اللي قينا كان الجماعة ديل بيجونا في الداخلية هنا وقعتين يتكلموا عن الفكرة الجمهورية وبقولوا فكرة بتاعت نفاغ وكفر وإيه ما عارف ما هم ديلة الواجهة زادة الإعلامية للأخوان المسلمين الشعب السوداني مثلا تدري أو يغيب على الوعي بالفكرة بتاعته الأستاذ محمود إنه يقوله الزلده كافر والزلده كذا وكذا ما هم الواجهات الإعلامية دي سيطرة الدولة على الإعلام أول أخوان المسلمين على الإعلام وهم ديل منهم ذاته أنا لو جمهوري ما جمهوري حزب أنا جمهوري بالفكرة في فرق ما بين الحزب الجمهوري والفكرة الجمهورية المشكلة وين يعني المشكلة وين إنه أكون جمهوري الإنتاج البنتجوه الجمهورين زي ما هيتا بتقول عليهم عواطلة المنتجات الفكرية البنتجوه ديل كلهم ما أنتجوها الفكرة الجمهورية ما أكل باسطة يا حبيبنا ما بتفكر ما بتخش الحزب الجمهوري وأنا ما أحزب الجمهوري شكرا لكم طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الطلاب الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخذة انتهى في متحو للفكر الجمهوري ونحن نتكلم حسب ألفاظك قلت أنت ما منتمل الحزب لكن منتمل لشنوه؟ الفكر وذا طبعا أخطر من كونك تكون منتمل الحزب وما مؤمن بالفكرة لأنه ممكن الإنسان يخش تنظيم علماني ويكون مخشوش غالشبيت مثلا لأنه العلمانين بيستخدموا الكادرات وأسي سموهم دلعوم سموهم كنداكات بيجي وبيت في الركن رابطة طرحة في النص وعمل ذاتة بلاوة عجيبة وصفق طرق حرية ففي ناس قلوبهم مرضانة عشان البدي بيجي لكن ماذا إلى الكفر؟ عرفته؟ فده ضلال والشيخ الألباني قال ده ما بنقول كافر لكنه على خطر عظيم قال زولا ما خشى الحزب العلماني من أجل العلمانية والكفر والإلحاد إنما خشى من أجل شهوة بتاعة مرأة أو شهوة بتاعة مال أو بطن أو غيره قال ده أهوى لكنه على خطر عظيم الأخطر الزولة اللي بيحتاخد الفكر ذاته ده الأخطر خلاص؟ وقال في نقاطه هنا قال المنتجات الجمهورية كلكم قال ما ما بتحصلوها وبعد ذلك قال برضو أنا جمهوري بالفكر وقال سبب الردة لمحمود محمد طه هم الأخوان المسلمين المهم كله متحل يمنو للفكر بتاع الجمهورين أنا دايرك لو بتصبح لي تعالى أنا بقال ليك من كتب محمود محمد طه المفكر للفكر لا 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 دا عاملك بالإنسانية تعال تعال طيب تعال ما بمشكلة قرب قرب تعال ما تبتعي قرب طيب إنت ما قلت أزال فكر أزال لو ديك أنا أزال فكر حسنا دا فكرة تقعد برة تعال أنا دا أسألك سؤالي إنت ما قلت مفكر تعال فكر طيب دا كتاب أدب السالك لمحمود محمد طه أخطر كتاب لمحمود محمد طه مؤسس الحزب الجمهوري كده أول حاجة الكتاب دا سي محتبه قبل كده ما عليش يعني والله أه أيوة اعترب بالكتاب قال وك السمع بيو قال أنا ما كنت بعارف محمود ذاته جدا يعني اعترب باش نجمع بالكتاب طيب في صبح سبعة وعشرين محمود محمد طه قال الله جل جلاله هو الإنسان الكامل في صبح كم سبعة وعشرين ما بيجي أبا يفكر طيب قال محمود محمد طه أسمع الكلام دا وهو عك تقول لي باترته لأنه أبا يجي شنو يا جماعة أبا يجي يفكر قال وقلب ولو دا يقرب افتح لي في أي فرصة أي دقيقة الشجعة تدخل بدك له طيب قال محمود محمد طه المفكر وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله الكلام دا واضح لما واضح لحد دينا واضح فهو بيت الرب واضح لما واضح مش عربي واضح فهو بيت الرب وهو معمور بذكر الله كلام واضح لما واضح واضح لأن الإنسان الكامل هو الله تعال تعال الكلام دا رايك فيه شنو من بر الكلام دا رايك فيه شنو الله عز وجل هو الانسان الكامل. ورون الكفر ده كيف? الكفر ده ورون شكله كيف? عنده قرون خشمه بطلع نار عيونه حمر. الكفر ده كيف? اذا ده ما كفر يا ناس. الله هو الانسان الكامل. صفحة كم? ابا يجي يقرأ بعدها تتحمل بس ما بتقدر تقول لا هو ما قريته. ما بتقدر. لانك بيت تجي. الصفحة كم? واذا ما بتقدر تجي اي واحد. تعملتوك فكر انا دي خليجي يقرأوه? اهو ده الكتاب. كتاب ده انا اشتريته بعشرين جنيه في المعرض الفات. تعال خرطوم ده. تعال بوري ده. معرض خرطوم الدولي. من واحد جمهوري بفضل الله مكرنا على ومكر حلال كده وجابوا اداني عشرين جنيه. الصفحة سبعة وعشرين. محمود محمد طه قال الله جل جلاله هو الانسان الكامل. اها. انا منتظر الرد من اي جمهوري والشوعين القاعدين يصفقوا لجمهورين بتحت تحت في البلد دي. انا داي الراي في الكلام ده. والودة قال الكتاب ده وكتاني عرفته انت دوتك ما سمعت بمحمود. بس دي لانا دائرة. لانو صوفية احرف منك. صوفي لما نلقى كلام البور عشين كاكا يقول لك لا دو ما كتابنا طبعته ادتو يا واهبية. انت توردت يا مفكر. الصفحة ما بخليك بس انا واقف هنا بالزردية. الصفحة سبعة وعشرين. المفكر بتاعك ده. القدت ايدوك تلفون حول الرصيد عليك الله. والله التلفون ما يحل لك انشاء الله. عرفت كلامي? اديك اقتراح كده. جيبه القراج. جيبه اشان نفرج لك فيه وخلق الله دي الكلام. كلام. جيب اسمها محمود محمد طالع لكن منورة حجاب. اشان نفرج لك فيه الخلق دي الكلام. الجمهورين كافرين بي الله في الفكر. اها كده صبتنا? في الفكر. فكرهم كفر بالله. منهجهم كله كفر بالله وإلحاد زي منهج فرعون واحد. واسوأ من فرعون. لان فرعون كان واضح. وديل منهجهم كفري وإلحادي وفيه لولوة. فرعون اقل خطرا من الجمهورين محمود محمد طالع. ليه لانهم قالوا الله ده الله الانسان الكامل. تم شوين? انا جاي هسا الروكون ده انت قال انا زعلالي هسا انا جاي هنا بالطريق. تلفزيون السودان القناة الرئيسية الاولى بتاعت الحكومة بتاعت الدولة. برنامج مباشر. اسمه اسمه شنو? فضاءات. اسمه فضاءات. جابين واحدة وغايته ذاتة عجيبة خلاص. قال من لبنان. واحدة سودانية مزيعة. بشكل في محمود محمد طالع. وواحد اردني ولا لا تونسي. هسا الان مباشرة. بشكل في محمود محمد طالع. وقالوا ده الاسلام الصحيح. الانتج محمود محمد طالع. لانه محمود محمد طالع. قال كده التونسي. قال انه رسالة محمد النبي انتهت. وجات رسالة تانية جديدة غير رسالة النبي محمد. في تلفزيون السودان. كفر صريح. مبارح برضو. برنامج مباشر. جابين دكتور اردني ولا لبناني. ومعه وكيلة كلا بس. عرفته? ومعه مزيعة برضو جمهورية ظنها. بشكل بمحمود محمد طهع. مبارح برضو. في قناة اس اربع عشرين. هو ده الكلام كله موسقه. انا ما اخذت لك الشغل ده. عرفته? نحن الوسائق ده بنجمعه. وبيجي يومه والله ان شاء الله. شفت كيف? كلها موجودة. كلها موجودة. في اس اربع عشرين. برضو برنامج في متح محمود محمد طهع. اللي بيقول الله هو الانسان الكامل. تقول ليه البلد تتقدم? تعرف العيشة في برسودان بكم? بخمسة جنيه. انت عارف الدولار بكم? بمية وتلاتة جنيه. ما حصل في تاريخ السودان منزو ان خلقه الله. الدولار بقى بمية وتلاتة. يتحداك. تحداك. انتو قالين نفسكم لو كفرتوا بي الله. البلد بتتفتح لينا? كل يوم جايبين لنا بلوة جديدة. والقرائي ده كمان. قال ما دائرين اي قرآن قال في الروضة. ودائرين البلد الصلح. يا ناس العلمانين دال. وزي الشكل ده. انت مع علماني بيسبحة بس يعني شنو يعني? قال اوه تقول انا صوفي قال. علماني شايل لك جنزير. في شنو يعني? طيب. العلمانين دال. دارين يحاربوا الله في البلد دي. ونحن ما بنسكت. عرفت كلامي? نحن ما بنضعين تفجيرات. عرفت كلامي? نحن بنفجر عقلك بالكتاب والسنة. ونتحداك. اضرب تلفون تاني. اي شيطان عندك? قرآي. دالي. فاطمة احمد ابراهيم. عشة منه ما بعرفاه. جيب اينا. والله نفرج لك في اخها لقاء الله دي. كله. يا مستابلين يا اختلع عبوب الدين. وجاي انت كمان تمدح في محمود محمد طه. برضو عاملين. عملي لهم صيوان. صيوان قبل يومين. قول ذكرى استشهاد الاستاذ الشهيد. محمود بحمد طه. بيقى شهيد. قال ابا حشرح يقوله شهيدة بدرا. وحسن اسلامه. شهيد. يقول الله الانسان الكامل شوف خجل ما قدر يجي يجدافع عن الكلام ده. مش قبل قال ان الكتاب ده بعرفه قبل ما اتعرف شنو ما بعرفه. ما بتقدر. اطلاقا ما بتقدر. كتب دي قاعدة محتفظين بها بفضل الله عز وجل شان نجغمك بها. وبعدين ما وضعوا الاسلوب هو الاسلوب. في ناس اخ طيبين بيجي بيسألوا بنجاب لهم والله جواب لذيذ جدا. لكن في واحد زيق بحرب الدين. حرفت كلامي? ده نحن بنستعين الله عليه ونأتيه بجنود اللي قبل له بها. هوك. انت تجيس ستم الدين. وشيخك ده المفكر بتاعك يقول الله سبحانه وتعالى هو الانسان الكامل. وتجيس يقول ليه بالراحة? بالراحة ما في. ده ريش باش رسينا ده. احترم نفسك مع الله والحاجة. حتى تعال قل لنا انت احترموني. انت تجيل ادبك مع الله. وتجيس تقول ليه لا بالراحة ما في بالراحة. هوك. بعدين الزول ده قال? قال كلمة خطيرة لسه الكتاب ده جاي. قال. الزول ده بنبس القرآن. الودة بنبس القرآن. قال. قال لازم نرجع للآيات بتاعت التسامح زي ما قال الاستاذ. قال ما الآيات بتاعت اقتلوهم. الكلام ده كده نحن كلام نخلوين توا طلب يا مسلمين. الناس اللي بتشهدوا لا لا اله الا الله. وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من قال كده? الله. الله. ده لما نقول كلام الله ده. ده ما دايرنو بتاع. وقاتلوهم. اما الكلام التاني بتاع الله ده دا دايرنو. دا بيعترض على منو علينا ولا علي الله. علي الله يا ناس. وده المنتوج بتاع محمود محمد طاها. البقرة لمحمود محمد طاها بيصل للنتيجة الكفرية دي. وانا ما بكفرك. لان انت قد تكون جاهل. قد تكون غاشنك باي نوع من انواع الغش والشهوات وغيرها. لكن الكلام دا يا ولدنا كفر والله. بعيدا عن اي ضحي. الكلام دا كفر. ربنا قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والقسام دا لا ما يجوز الكلام دا يا زول. في زول هنا قال حلال الدم ما بجوز يا شيخنا. ما بجوز تقول له كده. حتى لو قال كفر. لان منهج الاسلام ما كل من قال كفر يعتبر طوال كافر. لان في اعزار بتمنع الكفر. منها الجهل. وضده العلم. منها الخطأ وضده القصد. منها الاختيار. من منها الكراه وضد الاختيار. ومنها وجود التأويل وضده عدم وجود التأويل. دا الدين كده. عرفت كلامي? نحن ما زي الكزان. ولا زي الترنقع. نز عبدالح يوسف. سروري اللي بكفر طوال ديل. نحن عندنا منهج بيضبطنا بعيدا تماما عن العاطفة الغير مضبوطة بالشرع. لان العاطفة اذا لم تضبط بالشرع صارت عاصفة. بتودك داعش طوالي. عرفت كلامي? فده باطل ما بجوز الكلام دا. الزول دا قال كلام كفر واخطر كلام. قالوا الزول دا الليلة في اللي يقول لكم دا كله. لكن برضو ما بنقول كافر لحد ما يتعلم ويعرف. لانا في العاطفة بغشوه. يقول لك الدكتور القرائي قرفي لهاي. وشاهل كفر شاهل شنو يعني? يجي يغش نوع دا. دا ما مخلوع ساكت. يقول لك جابوه بالتلفزيون والله. طب عن دا بيعتبر اي يجي بالتلفزيون دا خلاص. طيب علب الصلصة ما بجيبه لها دعاية بالتلفزيون? علب الصلصة ما شفتها بالتلفزيون? لساتك تركتر اطارات هنكوكو في التلفزيون. يبقى فيها حاجة يعني? ففا من تمائي حاجة بجيبه انت دا انت. حاجة بجيبه في التلفزيون يبقى نافعة. ولا اي دكتور معناته عالم. لانه دكتور ممكن اعمل دكتوراه في البصل. ممكن ولا ما ممكن? انا دار اقدم بحس دكتوراه في البصل على بيت. في ذول بمنعني? ما في ذول بمنعك. ما معناته دكتور معناته عالم في الدين. عشان ما اخذ شكل قرائي. قال في جريدة? انا قال ما وصلت اليه من العلم في المناهج لم يصل اليه احد من السودانين. كذاب ساكن. كذاب ما عندك حاجة انت. طيب. قال الدين علاقة بينكو بالربنا. صحيح. وعلاقة بينكو بين العبد بما شرع ربنا. دي التمامة برضو صحيحة. ودي ده ريحزفوها العلمانين. شانو تقولك الدين ده علاقة بينكو بالربنا يعني شنو? يعني دو الجامع. لكن طلعت خطوة من الجامع? اوه تقول دين. اوه. لقيت ولد مع عبيض طالعين كيف المهم. ما في دين برا هنا. ده معنى الكلام ده يا ولد. ده معناه كده. دين الاسلام في كل مكان. ربنا قال قل انة صلاتي ده الجامع اللي قاعدت تقول انتو علمانين. ونسكي الزبح وما بكون جوالجامع في ذول بطبع خروب جوالجامع ونسكي ومحيايا الحياة كله كله وما ماتي كمان لله رب العالمين لا شريك له دين الاسلام في كل حتة وفي كل مكان وزمان ماذا يدينا الباطل الحرفو النصارى القالوا في في انجلوقة دعم لله لله وما للقيصر للقيصر ولا ماتي العلمانين طبعا ما سكين التلفزيون داكي سمنو رشيد صعيدي عقوب ماسي قال شنو كده في الاعلام فاتح التلفزيون لاتنين لان صارى صليبهم طالع بره بجمعهم الجمعة والجمورين تلفزيون خطبة جمعة ذاته ما فيه بل مناسبة ينقولوها الجمعة الفاتت في زمن خطبة الجمعة في تلفزيون الولاي الشمالية جابين القسيس بيش راح في الانجيل طيب ما تراعوا للأكسرية المسلمة راعوا لهم والله دا موجود الفيديو موجود عندي الصورة أثناء خطبة الجمعة شغالة في السودان كله شمالا غربا جنوبا شرقا وسطا قالوا لي لا انت اخش شرع الانجيل اشانت اللي اخبط لهم الشغالة بعدين الانجيل دا فيه شنو كده انا جبته معي بس اديكم كده فاصل كده ونواصل الانجيل دا والله فيه كلام جوه خديجة جردل لو سمعته تقول عزو بالله شغالين في التلفزيون طوالي بقى تلفزيون كله نصارى يا ناس نحن مسلمين من بابل الحقوق ساي والحرية ساي ادونا معاكم فرصة طيب دا الانجيل مقارنه انت قاريه انت ما فاهمين حاجزاته دا انجيل وانصحك ما تقرأه تقوم تبقى لينا نصراني كمان انا دا اقرأ ليه كلام هنا دا كلام عجيب جدا جدا عايبة بتفوت ما بتقدر تقوات هنا اطلاقا طيب عليك الله اسمع الكلام دا وورينيك دا علمانين انتوا فاتحين التلفزيون للناس اللي بيتفهم يعني قال اتخيل اي كلمة هنا اي حرف قالوا قال الله تخيل دا ربنا قال هم قالوا دا ربنا بيتكلم بيقول كده ها انت جميلة يا حبيبتي والله او دا في صفر نشيد الانشاد الاصحاح اربعة الاية واحد لحد الاية سبعة هو كله قلة ده دب لكن بس ناخد سبعة يا دي ها انت جميلة يا حبيبتي ها انت جميلة عيناك خش في العيون عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك خش في الشعر كقطيع معز رابض على جبل جلعات اثنانك اها شفت اثنانك كقطيع الجزائر الصادر من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم شفتاك اهو دا؟ شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو اهو دا؟ دا قالوا الله قالوا وفمك حلو اها خدك كفلقة رمان تحت نقابك اها عنقك كبرج داود المبني للأسلحة سدياكي اهو دا؟ كفاية صح؟ دا ماشي لحتها التانية اتخيل قالوا الله قال الكلام دا دا الليلة العلمانين فاتح للتلفزون قالوا دا دي ديانات سماوية دا نزل من السماء العلماني سماء تقع فوق راسك دا دا نزل من السماء يا كذب ربنا قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ما من عند الله كاتبوا بي الدين براهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم فكتبوا بي الدين يا اخي وويل لهم مما يكسبون دارين بوا الدنيا والمال والسلطة دا ما حق الله اطلاقا ما حق الله دا دا العلمانين الليلة قالوا دا دار يطبقوا لنا في البلد والناز يا جماعة والله ما داير كفر دا ما قال شيخ ابوكر السودانين دار دارين ياكلوا بس ويعيشوا حياة كريمة ويتعلموا وده طبعا الان كل ما فيه كل ما فيه نصارى فاتح لهم التلفزون جمهورين شغالين بالمناسبة اكتر اكتر ناس شغالين في تلفزون السودان وقناة اس اربع وعشرين الليلة اكتر ناس الجمهورين كان بنسبة تمانين في المية مسكين القناتين دي وباقي العشرين في المية نصارى وما بعرفوا بعصين وغيره دين ذاته ما فيه دي للمسكين التلفزون ودي للمسكين وسائل الاعلام عشان كده زي الشاب دا وغيره اتأثروا بالافكار دي اتأثروا بيها وقلت قلت حرية وقلت دارين عدالة ومساواة طيب انت مش راكب راسي علماني واشيوعي الا اتجيب الجمهورين عشان يدمروا الاسلام زي ما زعمته ويجيبوا النصارى عشان يسئوا لدي محمد لان النصارى بيقولوا محمد كذب ما رسول دا خلاصة دين النصارى وعقيدة في محمد صلى الله عليه وسلم انت مش بتجيب ديل وقلت عدالة وحرية وسلام جيبنا برضو صحيح او ما صحيح انت فعلا انتك العدالة والحرية المزعومة جيب ديل بفهمك انت ما بل اسلام ما بتجيبهم ما بيستجيبهم اصلا لان ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم الله قال كده الاية لكن بفهمك انت انا بناخشك مو جيبت ديل والتلفزيون اتمل غالب وكفر ونصارى وملاحدة وعبات عبات عبات صليب وخنازير برضو جيبنا معهم ولا كيف يا جماعة جيبنا ونحن مستعدين اكبر قسيس موجود في الكرة الارضية دي او في الارض دي جيبوا وجيبنا معاو طوالي اكبر قرائي ولا جمهوري ولا ملحد ولا شيوعي ولا بعسي جيبوا واتكلنا جنبه كده بس وقعدوا فراجة بعد ذلك لكن ده الناس مجرمين يا كذابين لا في حرية لا في سلام لا في عدالة كذابين العلمانين وناس قعد القحتانين ديل كذابين الناس طيب بعد ذلك قال دارين حاجة يا جيب رجعينه قال حاجة تجمعنا كلنا والبتجمعنا قال الانسانية اللي بقول الاستاذ محمود محمد طاها محمود محمد طاها لانه ما عنده علاقة مع الاسلام اصلا اشان كذا قال الاسلام ما بجمعنا ولا القرآن ولا السنة حقة النبي عليه الصلاة والسلام قال البجمعنا الانسانية ما الدين لانه ما عنده دين اصلا محمود محمد طاها وانت شلت الكلام ده منه زي ما هو ما بجمعنا الانسانية زي ما قال محمود الاستاذ قال محمود البجمعنا الدين يا جماعة نموذج بسيط النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة ولقاهم في المدينة متحاربين سنين طويلة بين الاوس والخزرج وقبل ما يجيهم مهاجر ما دي الانسان برضو دي البشر ناس الاوس وناس الخزرج دي البشر ما توحدوا ليه وفي يهود تلاتة بنوا قينقاع وبنوا قريزة وبنوا النظير برضو اليهودية ما صالح الدين وفي نصارى كان في في المدينة زي ما جاء في الصحيح برضو ما جمعتهم الا لمن جاء الاسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم وجمعهم واخى بيناتهم بل لمن جون اسمكة المهاجرين اخى بيناتهم بين الانصار بعد ما الانصار هم اوسوا خزرج بيقوا انصار بيقوا حاجة واحدة جاء كمان اخى بين دين بين المهاجرين والانصار لحد ما سعد اه سعد ابن الربيع وهو من الانصار نادى عبد الرحمن ابن عوف وهو من المهاجرين قال للرسول اخى بيناتنا قال لانا عندي زوجتين اطلق لك وحدة لما انتنقضي عدة تزوجة وعندي مال كتير ادك نص المال تحوشت العمر كلها نصها وانا اشيل نص ده ده الفعل الاسلام اما نبعد الدين ونقول انسانية تجمعنا لما جمعتكم اصدتكم حزب جمهورين ناصريين بعسين بعسين بيقوا اتنين بالمناسبة جناح العراق وجناح بشار الاسد اتنين ما تلموا اتنين حزب واحد بيقى اتنين تخيل اشوعين مارقوا منه انو اسحق بتاع حاج ورق حركة قوات ديمقراطية الجديدة مارقوا منه ناس تاني قلوه حركة القوات الديمقراطية الحديثة الحركة الشعبية في جامعات بيسموه اين اف والجبهة الوطنية الافريغية مارقوا ناس دال اين اف مارقوا ناس سموه ام اس اف والله مارقوا ناس جودات كارت يسموهم يو بي اف صحيح ولا ما صحيح اه طيب ما توحدتوا لابا الانسانية ولا انتم ما بشر يا ناس ما في شي بوحد الا الدين لانو الدين نزل رب العالمين الخلق العالمين ربنا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا يعلم البيصرحنا والبجمعنا والبأكلنا والبشربنا ربنا بيعلم مصلحتنا ما احد يعلم كما يعلم ربنا تبارك وتعالى قل انتم اعلم امي الله اما الجفري الجفري ده واحد شماشي والله ومشرك مشرك الجفري ده قال الولي يعني الشيخ الصوفي طبعا مش الولي عن ربنا قال ممكن يخلق الجنين جوبة امه ذاته خش الله اللي الفيديو تلقى ما وجود منشور الجفري نفسه من غير اب وام يخلق الجنين جوبة امه قال يعني في خالق عند الجفري الصوفي غير ربنا وده اللي بمجد الجفري ليه وبمجد محمود محمد طه ليه لانوا شايفين ديل الناس حسب ظنهم البيهدم الاسلام والاسلام محفوظ ربنا قال انا نحن نزلنا ذكرى وانا له لحافظون وكل ما يطلعوا ناس كفار ملاحدة كل ما ربنا سبحانه وتعالى يقيض لهم ناس ينجموهم والله هو يرد عليهم ويصر علم للناس معلومات ادلة في الرد على هؤلاء لما انظهروا على على الاهل البدع جميعا في زمن شيخ الاسلام ابن تيمي رحمه الله ربنا سخروا لهم لجنهم كلهم والان ما يعرف ولا كتب ما تعرف الا كتب شيخ الاسلام اللي بترد عليهم فابقى الله الحق وابطل الباطل كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قال سببا الردد محمود والاخوان المسلمين ده كلام كذب بينتليك هو مرتد من كتبه من كتبه يا اخي قال قال في انبياء ما مسلمين ذاته قال في انبياء ما حصلوا دريدة الاسلام هو ده الكتب تقالك شوالد انا بجيبه ليه ما لنوعك ده بتوقع كده انو حيخش منو بقول بجيبه بتوقع كده وبجيبه معي بفضله سبحانه وتعالى طيب فرصة مفتوحة السبحة يا جماعة انت بلاوي كبير اكبر من السبحة لكن السبحة الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا التسبيح بالانامل فانهن مستنطقات يعني بتكلموا وبينطقوا يوم القيامة وبيشهدوا الاصابع ديل اذا سبحت بمش السبحة اذا سبحت باصابعك بتشهد ليك الاصابع يوم القيامة انك سبحت بهم اما السبحة بتخليها ما بتمشي بها يعني ما بتشهد ليك افضل ليك يا تو انت محتاج لشهود ثم القيامة افضل ليك الاصابع اما العدد الناس بيتحججوا بالعدد يقول لك ده نمسك العدد سبح سبح تمسك شنو سبح ربنا سبحانه وتعالى بعدها ليك يعني انت خايف تمشي تلقى حاجة ما في تلقاه قاعدة فرصة مفتوحة فضلا لا السيدة عايشة ما ثبت وما صحة انها سبحت بصبح ولا احد من الصحابة ابدا ابدا لا ما صحيح ما صحيح بل ما صحيح عن عايشة بل عبدالله بن مسعود وده الصحيح بديك خليك واقف فمشى لقى جماعة في الجامع عاملين حجارة ديقول كبروا مية حاجة يقول سبحوا مية قام وقف في النص شاتش اللوت كلها فارتقى ده الصحيح ده الصحيح فارتقى كلها قال لي مما انكم على ملة اهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم او اما انكم مفتتحوا باب ضلالة قالوا ما اريدنا الا الخير يا ابا عبدالله يا ابا عبدالرحمن ما اذكر فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغوا